دانى وزير الاعلام معمر الارياني استهداف ميليشيا الحوث الانقلابية المدعومة من ايران مطاحن البحر الاحمر بالحديدة بقصف مدفعي والذي اسفر عن اضرار فادحة بالمباني التابعة للمطاحن التي تعد احد اهم المشاريع التنموية وركاز الامن الغذائي والاغتصاد الوطني واشار الوزير الايرياني الى ان هذا الاستهداف ليس الاول من نوعه وهو تحدي سافر للمجتمع الدولي والامم المتحدة وبعثة الرقابة الاممية وتأكيدا اضافيا على تنصل الميليشيا من التزاماتها وتعاحداتها ومضيها في التصعيد وجر الاوضاع في مدينة الحديدة لما قبل اتفاق السويد دون اكتراث بالاوضاع الانسانية المتردية للمواطنين وطالب من الامين العام للامم المتحدة وببعوثه الى اليمن مارتين جرفتو ورئيس فريق الرقابة الاممية برئاسة الجنرال اب هيك تيجوها بتحمل مسؤولياتهم وادانة هذا الاستهداف الهمجي الذي طال مطاحن البحر الاحمر واتخاذ موقف واضح من خروقات الميليشيا الحوثية المتواصلة لاتفاق وقف اطلاق النار